السؤال الأولى اللي وصلنا بيقول بنتي حواجبها عريضة بالزيادة هل ينفع عمل لها تهزيب الليزر بدل ما تهزيبهم كل فترة بالطرق العادية المسألة اللي عندنا أن الحديث الذي ورد في مسألة النامصة العلماء اختاروا ودام عليه الفتوى وإن النهي هنا أو التوعد هنا جاء بعلة التدليس أما وإن هي مش بعلة التدليس ولكن إن الحاجب الشعر اللي فيه زائد عن الجزء الأساسي اللي هو بيسموه أصل الحاجب زائد عنه زيادة ملحوظة سواء زيادة فحشة أو زيادة بينزل بيها على العين أو شيء من هذا القبيل فيجوز إن احنا نشيل الزيادة دي ولا فرق ما بين أن أشيل الزيادة دي بأي وسيلة أو أشيلها بدليزر لا يجوز الكلام ده وهل الحكم ده بيختلف عن المتزوجة أو غير المتزوجة لا هذا التهزيب هو في الحقيقة بعيد عن نية التدليس يبقى ده جائز وليس فيه إشكال ولكن على أن يكون دوت على حدود أصل هذا الحاجب فيجوز إن هي تزيل الزيادة دي ولا فرق بين كونها متزوجة أو غير متزوجة ولا فرق في أن يكون ده بالليزر أو بغيره من الأدوات بالعكس قد يكون دوت أفضل لأنه هيتعمل بطريقة ممكن تكون آمنة وممكن كمان تكون أكثر روحة يبقى ده جائز وخاصة إن حضرتك بتقولي إن هي عريضة بزيادة عريضة بزيادة يعني بزيادة عن أصل الحاجب فيجوز إن إحنا نعمل ده لأن دوت ليس بغرض التدليس ترجمة نانسي قنقر